السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب نرحب بكم كامل في قناة يومية الفراشة البليدية اليوم جمت لكم حلوة اقتصادية جافة وسهلة التحضير وبمكونات موجودة في كل البيت اللي تحب حلوة الكالات معليها الا تباع الفيديو للاخير الوصفة هذه وصفة المحلات اقتصادية مستخدم ومسفرونها كمشروع منزلي تستيرزقو بيها بشكل كبير بنينا على الولادي تارو بيها و هي سهم نبدأ عل حراء الله بسم الله مقادير لها الحلوة نحتاجه كاس وانصف زيت كيس خميرة الحلوة كمية مليحة قرصة ملح كيسان معمارين مليح سكر و رضب و اخذ جيدة فارينة على حسب الحاجة نكسر البيض و يكون درجة حرارة المطبخ نزيد الزيت كما رأيكم هذه الوصفة لا يوجد زبدة اقتصادية و سوف تجربوها كل عادة و ترجعوا في التعليقات و تقولوا انجحنا و خرجتنا لأن الحلوات تحتاج الى كمية مليحة تعلفاني 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 احسن و يقوموا بحوالي ملعقة كبيرة معمرة مليحة تعلفاني تجربوا هذه الماداق و هذه الروحة تعلف المحلات نزيد كيسين سكر ورطب وقرصة الملح و يمكنك خلط الباطوغ البنات لا يوجد الباطوغ تستعمل الفوي بخلط الباطوغ الباطوغ يجب أن تخلط الخليط و يقوموا بحوالي ملعقة كريمي هذا هو السر تحلوية المحلات دائما يخلطوا الحلوات يعني العجين التحلوات مكامل و يمدوا وقت العجين وهو يدخل في هذه الخليط و يجب الحلوات خفيفة و بنينا نزيد الفارينة نحن نعبر معكم لدي كيسين و لدي كيس واحد تخمير الحلوة في هذا المقادر و اذا قدرت مقادر اكثر تحلوك نحن نضيف حتى تحضر الفارينة و نقوم بكم و نقول كيف حاله نخلط بيدي من فضلك و لا تنسوا شجمي للفيديو و يتطلع على القناة و اشتركوا في القناة و اجعلوا تعليقات لدي كيسين و غير اطراف الاصابع العجينة يعني لا يجب ان تربي لها العلك نزيد الكيس الرابع و نبقى اللم في العجينة حتى تتلم كامل يعني كامل العجينة ادت لي تقريبا كيلو فارينة بقى من كيلو نصف كيس فقط من كيلو هذا ما كان و قطعت لي كمية مليحة شوفوا العجينة التي تحصلت عليها كشغل صابلي لا يوجد نشوة و لا يوجد طرية لدينا مباشرة لدي هذه القطاعات التي احبت لي غالت كما تعلم محلات كبار قطاعات كبيرة والتي احبت حجم متوسط والحجم الصغير هنا يبقى لكم الاختيار العجينة نقطحة نحاول للموها كويرا بالصحة لبنات لا تدركوا العجينة تدركوا العجينة على الحلويات يعني كاين بزافة يلعبوا فيها حتى تربي لعلك لدينا استعمل كيس بلاستيكي احسن في هذه العجينة يعني كما صابلي بها رشو عليها فارينة السمكة العجينة ونرقق بزاف انا احبت لغالات ويقوموا بقرمشين احبت لغالات اخشان بزاف يعني هذا يبقى لكم اختياري انا احبت لغالات اختيارة او اقل بشوي بهجوني قد قد كما نحب مستعمل احبت لغالات اختيارة احبت لغالات اختيارة احبت لغالات اختيارة نضع مرشوشة بالفارينة و دائما الكوشة التعيرة لكي يكون سخون هنا يوجد صفار بيضة و كاكاو انا قمت بزوج صفار بيضة لا يوجد صفار بيضة نضع ملحة الكاكاو لا تكثير بيضة لون البني ندهن الحلوة كاملة نحاول كمية مليحة الخالد نضع ملحة لون الكاكاو نضع ملحة كاملة و ان شاء الله يجب ان تجربواها و ادخلوا في التعليقات ثم نضع ملحة الخطوط ثم نعكس الخطوط هذه هي طريقة التزيين لكالت ندخلها لكوشة 21 دقيقة نحب ملحة ملحة نضع 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 ملحة كما رأيكم ترى هذا هو الشكل النهائي نضع ملحة ان شاء الله يجربواها و ادخلوا لي في التعليقات لا تنسوا اشتركوا في الفيديو خذوا لي تعليقاتكم من فضلكم و الى الملتقى ان شاء الله سلام نحبكم كامل اشتركوا في القناة